مستهلنا بعلاقات الرباط مدريد بعد استقباله من قبل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخ النش ومباحثات أجرها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أنهى وزير الخارجية الإسباني خسيمانويل ألباريس زيارة عمل قادته للمغرب على مدى يومين تخللتها لقاءات مع فعاليات اقتصادية وثقافية مغربية لكن ذروتها كانت الندوة الصحفية مع بوريطة خلال تصريحات الجانبين تحددت معالم شراكة متعددة الأبعاد تطال الاقتصاد والأمن والهجرة ووضع سبت ومليليا المحتلتين أما الموقف الإسباني من الصحراء المغربية فثابت كما أكد ألباريس مجددا أمس من الرباط التأكيد على اعتبار مبادرة الحكم الذاتية الأساس الأكثر جدية ووقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع أي تحصيلة لزيارة ألباريس الأولى له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة من الرباط يعلق عبد العلي باروكي خبير شؤون الإسبانية يمكن اعتبار هذه الزيارة أولا كتأكيد لاستمرارية العلاقات المغربية الإسبانية بعد تنصيب الحكومة وكذلك تعبير عن استمرار الموقف الإسباني خاصة من القضية الوطنية ومن مبادرة الحكم الذاتية هي كذلك مناسبة عبر فيها وزير الخارجية الإسباني على استمرارية لجان العمل التي سبق تنصيسها في الإعلان المشترك وكذلك في خارطة الطريق التي تهم مجموعة من المواضيع ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية والأمنية والتقافية وقد رأينا كيف أن المباحثات مع رئيس الحكومة ارتكزت على ما هو سياسي واقتصادي بالخصوص ثم مع وزير الخارجية بعض الأمور التقنية المرتبطة بالمبادلات التجارية وكذلك بترسيم الحدود الأطلسية وكذلك بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الهجرة والتنسيق في مجال الهجرة ومحاربة تهريب البشر والمخدرات المهم أن هذه الزيارة تأتي لتثبت بأن العلاقات المغربية الإسبانية لازالت بخير وأنها مستمرة في شكل تصعدي لتتحسن أكثر